يامس السعادة والجمال على احلى متابعين اهلا بكم في قناتي اسماء عرابي مع اكلات ووصفات على ضمنتي وعن تجربة. اكلة النهاردة حلوة وسهلة جدا ومش مكلفة خالص. وفي نفس الوقت مغزية ومفيدة. وصفة سبرينج رولز الخضار. سبرينج رولز الخضار دي مش مكلفة خالص. زهقته بامن اللحمة او احنا في اخر الشهر. فعايزين نماشي الدنيا وفي نفس الوقت ناكل حاجة لزيزة. دي كانت وصفة سهلة بسيطة مش هتاخد منك وقت. في نفس الوقت طعمة جدا وطعمها جميل. وعملت جنبها مكرونة حطيت عليها بقية الحش بتاعها سبرينج رولز. تعالوا نشوف المقادير انا حطيت كوباية دقيق. ومع لقيت ملح. وقلبتهم الاول كويس جدا مع بعض. وبعد كده بقيت ازود المية. ولم العجينة في الاول خلص. انا اهم حاجة عايزيها. عايزة العجينة. آآ تبقى طرية وما تبقاش بتلزق. وتبقى في نفس الوقت ملسق كده يعني. فهبتدي ان انا دلوقت هو زي ما حضراتكم شايفين. اجمع في العجينة بشوية مية عشان مش عايز تزود المية فيها قوي. وابدأ ان انا اعجن فيها كده. وافضل اعجن فيها اعجن فيها لمدة عشر دقايق. لحد ما تبقى العجينة طرية. وفي نفس الوقت نعم خلص كده وملسق معية. زي ما حضراتكم شايفين. بعجنها كويس قوي. عشر دقايق انا شغالة كده. بعد ما بتاعي جنيها بقى. بقى ادورها وحطها في طبق. وبغطيها كويس جدا بالستريتش زي ما انتم شايفين. او مفيش ممكن بفوتها كده بغطيها او كيس بلاستيك. وبحطها في مكان دافي ترتاح. انا عمين اعجن فيها عشر دقايق اكد ارهقت يعني. بس ابقى ترتاح لمدة ساعة كاملة. ساعة كاملة بترتاح. بعد ساعة بدأت ان انا افتحها هو شيلها. وهبدأ ان انا زي ما حضراتكم شايفين كده. آآ ابرمها. علشان هقطعها. ممكن تقطعها خمس كطعة وممكن تقطعيها اربع كطعة. انا قطعتها اربع كطعة لان انا يعني مش عاملة كمية كبيرة. عاملة مقدار صغير. وابدأ ان انا لفهم كده في دايدة وحطوهم في الطبق. زي ما حضراتكم شايفين. واحدة واحدة هي بالامها. واهم حاجة ان انا بعد ما لمهم لازم اغطيهم علشان ما ينشفوش. وهبدأ ان انا ايه اشتغل على العجينة واحدة واحدة بقى من دول. لو لقتيها لسه بتلزق في ايدك خليها ترتاح شوية او ما بتتفردش معيك. رشد ايه? وبدأت ان انا افرت بالنشابة او بالفرادة يعني. بحاول ان انا قد ما قد رفدها في كل الاتجاهات ورفعها. وطبع ما تنسيش رشوش الديق مهمة جدا عشان انا برفعها فما تتقطعش مني وتلزق وانا بشالها. هعمل الحركة دي مع الاربع قطع اللي انا عملتهم الكوار. هبدأ ان انا حطهم كده في النشابة وافردهم من كل الاتجاهات قد ما قدر بحيث ان هي يعني ممكن تعمليها شكل ديلة ممكن تعمليها مربع زي ما انت عايزين. المهم ان هي تبقى قد ما قدر للقطعة تتفرد. وطبعا هنفذ الموضوع ده في كل قطعة منهم لوحدها. بعد كده هكون محضرة زيت ومحضرة باية او طبق في دقيق وهبدأ ان انا حط اول قطعة وهرش رشة زيت وبعد ما رش الزيت هرش دقيق. سحوى ان انا وزع فيها كده عشان الطبقات ما تلزقش في بعضها. ورشتها ورشت الدقيق اه وزعتها بايدي. وهبدأ احط كل طبقة فوق التانية. بعد ما خلاص حط الطبقات همسك بقى النشابة وهبدأ ان انا بصبع من الموضوع بحطهم بزبطهم ان هم يبقوا ايه يعني زي بعض كل طبقة في نفس حجم التانية وفي نفس السوا التانية يعني. هبدأ ان انا افردها كده بالنشابة انا بحاول ان انا خليها شكل مستطيل شوية. افردهم بقى كل الطبقات بعد وعملتهم فوق بعض بفردها تاني بالنشابة زي ما حضراتكم شايفين. اي سنية صاجة عندي واحطها على النار ووطي النار خالص واحط عليها العجنة وهقلبها من ناحيتين لحد ما تاخد شايفين اللون ده. اللي هو تحس اللون ايه يعني اعمل زي اللون الزبدة كده شوية. هو ده. فانا قطعت الطروف الزيادة وبعد كده انا هعمل بها سبرينج رولز فقطعتها بالشكل ده. واللي بي قطعته عشان اعمل بيه سنبوسك. يعني هي تنفع برضو عجنيت سنبوسك. بصوا جميلة ازاي? نيجي بقى للحشوة. الحشوة انا قطعت شرائح رفاية خالص كوسة وجزر. بصل وفلفل. والكرومب اللي هو الكابوتش. عارفيني اللي هو الكرومب الكابوتش ده. اللي بيدعمل بيه الكلوس له. قطعت برضو شرائح صغيرة خالص. وعايزة نص دمونة بس من حضرتك. هاجي على النار. هحط آآ زبدة او ثمنة والزيت شوية زيارين. هقل البصلة. او ما تبتدي البصلة ايه? تتبال معي. انا مش عايزة هتاخد لون. تتبال بس شوية. هبدأ انزل بالمكونات بتاعتي بترتيب بتاعها. بعد ما حطت البصلة هبتدي انزل بالا آآ الكرومب الكابوتش اللي انا كنت مقطعه. وبدأت برضو اقلب. بعد الكرومب هبتدي انزل بالحاجة اللي بعد كده بتاخد سوى شوية اللي هي الايه? برافو الجزر. نزلت بالجزر. انا برضو مش عايزة المكونات تتهري قوي. انا عايزة تبقى لزيزة كده معي. جوسي برضو. كل الده انا بقلبها النور. بعد كده هحط بقى ايه? يعني التوابل بقى بتاعتي. رشة ملحة حلوة كده. وبعد الملح هحط حبة سكر كده في ايدي طبعا. وفلفل سود. وهحطه معاديها. وهنزل بالكوسة. وهنزل بالفلفل وهقلبهم برضو تقليبة حلوة. هحط نقطة خل. وهحط سياسوس. لو عندك سياسوس طبعا. هيفضل السياسوس هو اللي بيديها طعام. بي مش غالي يعني هتلاقيه في السوبر ماركت يعني. وحصرت عليها ايه? نص لامونة كده. وحطيت معلقة نشا عليها. آآ عايز اقولك على حاجة مهمة جدا. السكر حطيه حلو وفي نفس الوقت كتري الكرومب والجزر. بيدي طعام جميل. آآ جبت هنا معلقة نشا وحطت عليها مياه عشان هلزق بيها العجينة وحضرت العجينة اهي قدامي. بدأت ان انا حط فيها الحشوة. ما كترتاش قوي. وهبدأ ان انا لفها. وبالفها من الجناب عشان ما تفتحش مني. وبعملها زي الظرف كده. وبعد كده اروح مكملة لفها. وباجي كده عند النشا اللي انا كنت عامليها وبحطها فيها عشان هلزقها بيها. هعمل الموضوع ده في كله وفي زيت غزيرة هحطها على النار. اتقلت وقرمشت وبقت فوق الرائعة. طعم العجينة نفسه بقرمشته حلو جدا. آآ هي قريبة كتير جدا من عجينة السامبوسك او تكاد تكون هي عجينة السامبوسك. بس الفرق بينها ان انا تقطيع بتاعتي اقطعتها مربع كبير. آآ زي ما قلتلكم سهلة بسيطة. مش لازم تحطي لحمة. مش لازم النهار ده يبقى في لحمة وفي فراغ. لا اقتصادية في نفس الوقت حلوة ومغزية. واللي بقى معي من الحشوة. هطيته على المكارونة. وده المكارونة طعم رائعة. رائع جدا جدا جدا. وحتى فيه بقى حشوة الوحدي انا اكلته كده بالشوكة. جميل جدا وطعمه لازيز. الفة هنا ليكم. وآآ ما تنسوش تجربوها وتكتبولي في الكومنتات طعمها وتلعقيه. وما تنسوش برضو ان هي عن تجربة وعن ضمن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. عشان نتشجع لنشر المزيد. آآ استنوا اوقع تنسوا تفعل الجرز.